الحقيقة مجالات هامة جداً ومسألة إنه يكون عندنا كل ما هو حديث فيه التعاقدات مع الجامعات الخارجية ده مهم لأنه فيه ناس كتير كتير بيتسافر بره علشان تقدر تعمل ده وجود طلاب كمان عرب مش بس مصريين داخل الجامعة إزاي بيشوفوا مدينة العالمين بعد الطرق الجيدة اللي احنا شفناها علشان تسهل أكتر الوصول للجامعة وزاي يعني بيشوفوا حياتهم داخل العالمين طول السنة مش بس موسم صيفي الحقيقة احنا عشان موجودين في مدينة العالمين طول السنة موجودين لأن احنا كمان حتى في الصيف عندنا فصل دراسة صيفي للطلبة فاحنا كل يوم الحقيقة بنشوف تقدم عنه اليوم اللي قبله حركة التطوط حركة سريعة جداً عندنا طلبة من جميع المحافظات وبالإضافة لأن الجامعة بالرغم حداسة عمرها إنها لسه جامعة وليدة لكن الحقيقة عندنا شراكات دولية وشراكات دولية مفعلة عندنا شراكات دولية مع عدد من الجامعات الأمريكية وحالياً في الصيف ده عندنا ستة طلبة سفروا جامعة لوفل في كنتاكي بلاد المتحدة الأمريكية وعندنا أربعة طلبة سفروا أنتاريو تيك في كندا بالإضافة لدينا برامج أيضاً مشتركة مع فرنسا اليوم ثلاثة والعديد من الجامعات الأمريكية فإحنا الحقيقة بنتعاون مع الجامعات الدولية ذات الرنك اللي هو العالي في مستوى الجامعات الأخرى علشان ده بيساعدنا لإحنا نقدر نرفع مستوى الطلبة عندنا ونحدث طرق التدريس وطرق توصيل المعلومة للطالب مهم جداً للناس اللي بتسمعنا ويعني جالسة سنوية عامهم خلاصين امتحاناتهم هيبقوا عايزين يعرفوا شروط للتحاق بجامعة العالمين الدولية الحقيقة شروط للتحاق بجامعة العالمين الدولية بيقرها المجلس الأعلى لجامعات الأهلية وجامعات الخاصة وبيبقى فيه حد أدنى لكن إحنا الحقيقة طبعاً بيهمنا أن الطالب يبقى مستوى في المعلومات العامة وما يسمى بالتفكير النقدي واللغة الإنجليزية مستوى عالي فبنعمل تحديد للمستوى للطالب وبنرفع مستوى الطالب في هذه المجالات ده مستحان قدرات يعني يا دكتور عشان نفهم بيبقى فيه متحل لغة تحديد مستوى للطالب وبعد كده بنرفع اللغة حسب مجال الدراسة بتاع الطالب إلى المستوى للطالب المفوض يوصل لها علشان يساعدوا في عملية الدراسة بتادي بالإضافة اللي احنا عندنا ما يسمى بمتطلبات الجامعة من ضمنها في أحد المقرارات اللي هو التفكير النقدي ده بيساعد الطالب أنه هو يعرف يفكر يعرف يوصل للمعلومة الصحيحة يعرف يحلل المعلومة وبالتالي يعرف يستنتج من هذه المعلومة حديك شايف إزاي تأثير مهرجان العالمين على حياتك في الجامعة وزاي شايف ردود فعل الناس في الجامعة على مهرجان العالمين وإحنا يمكن لسا بنتكلم على تاني أيام هذا المهرجان طبعا إحنا بنشجع الطالبة عندنا أنهما يحيو الحياة الجامعية الحياة الجامعية ليست محاضرات وسكاشن لكن أيضا الحياة الجامعية أن الطالب يحيو الحياة الجامعية بجميع الأنشطة الموجودة فيها سواء كانت الأنشطة دي أنشطة فنية، أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية فمهرجان العالمين الحقيقة بيساعدنا وبيساعد الطالبة أنه بيحيي هذه الروح في الطالبة لأنه طبعا كلنا عارفين أن الطالب النشيد في المجالات الأخرى بيبقى شاطر في مجال دراسته صحيح وبيقدر حتى أنه يبدع أكتر وجودهم هنا في مدينة الحقيقة غاية في الراوعة لو نحن بنتكلم على الطبيعة الجذابة جدا لمدينة العالمين فأنه كمان يكون فيه فن وفعليات غنائية وثقافية ده شيء مهم جدا للطالب بالضبط فعلا وخصوصا أن الطالبة عندنا من مختلف محافظات مصر فبالتالي بالنسبة لهم النشاط محتاجين أنهم بفيه نشاط وفيه أكتف ديس موجودة في المنطقة علشان تساعدهم على أنهم يعيشوا حياة كاملة حياة جمعية كاملة